تقلق كهربا وقابل كهربا بقى انا هقول لك كم اسم كده دون النهاردة ياخدوا جوائز ياخدوا جوائز حسين الشحات مدهش ومبهر ده حسين الشحات ده يا جماعة اللي الاهلي مع نهاية الموسم الماضي بيقولوا للاهلي سوقوه بيعوه خلاص كفاية ما بيعملش حاجة بقى احسن لعب في النادي الاهلي محمد هاني محمد هاني يا جماعة اللعب اللي هيفضل طول عمره لعب صاعد ولاعب ناشي بقى كابتن للاهلي النهاردة ويعمل مباراة رائعة بيرس تاو اللي بينك وصين كان بعض الناس يقولوا ده مقلب ده ايه ده بيرس تاو قاسي بيه محترم وكل حاجة بس ما عملش حاجة مع النادي الاهلي بقى واحد من احسن الاجانب اللي موجودين في مصر حاليا عمل مباراة كبيرة ورائعة النهاردة مروان عطية كالعادة بيعمل مباراة رائعة ونقف لسواني لأ سواني ايه نقول دقايق دقايق عند مصطفى شبير النهاردة كنت بتفرج مع مجموعة من الاصدقاء على هذه المواجهة اي كورة بيلمسها مصطفى شبير هتفات مدوية مدوية بشكل احيان بيبقى مبالغ فيه يا جماعة عادي مواجهة كورة سهلة لا الناس بتشجع الناس فرحانة الناس مقدرة تماما حجم الضغط اللي عليه حارس صغير في السن حارس مش اساسي في الاهلي حارس بيلعب نهاية دورة ابطال افريقيا حارس ابن نجم كبير فعليه ضغوط المنطقية الطبعية اللي بتتقالك مش المنطقية عفوا الطبعية اللي بتسمعها طول الوقت يعني امناء العملين وخلافه فعنده مجموعة من الضغوط عليه ورغم كده اللي قلت لكم بارح اللي قلت لكم بارح انا كنت مراهن شخصيا يعني على مصطفى شبير على الشخصية هو شخصيته قوية هو شخصيته كبيرة اهلته النهاردة انه يعمل مباراة كبيرة ومحترمة في نهاية دور ابطال دي حاجة في منتهى الصعوبة يا جماعة في منتهى الصعوبة شالك كام كورة صعبين جدا ده في واحدة في الشوت الاول في واحدة في الشوت الاول من الجاع دي لعب الوداد صعبة صعوبة صعبة جدا جدا من الصعب انك تشيلها وفقط صعب جدا ليه بقى انه بوقت ده كان الاهل مسيطر على المباراة طولا وعرضا والنتيجة سفر سفر هاجمة كده من حيثه لا ندري للوداد اللي ما كانش ماسك كورة اطلاقا والراجل قدر يشيلها ببراعة شديدة بصراحة تحية انا متعاطف معاه جدا جدا مصطفى شبير جدا اصطحكوا كل التحية النهاردة اصطحكوا كل الاشهادة النهاردة